سؤال رقم 16 في هذا السؤال طلب مننا معرفة نوع الإقرار المناسب لهذا المحرك يجب اتباع خطوتين أساسيتين الخطوة الأولى يجب معرفة الجهد الشبكة بالضبط معرفة الجهد المركب لأن المحرك ثلاثي طوال والخطوة الثانية دراسة لوحة المواصفات جيدة من بعدها نصدر تحت الجهد المركب للشبكة ونقارنهم في لوحة المواصفات مع الجهد القريب له أو يساويه نلاحظ أن في لوحة المواصفات يساوي 380 في حالة ربط نجمي إذن في هذه الحالة الإقرار المناسب هو إقرار النجمي أما من ناحية التعليل يوجد تعليلين التعليل الأول لأن كل ملف من ملفات الساكن يتغذى بجهد بسيط 220 فوط لأنه ربط نجمي كل ملف يتغذى بالطور والحيادي والجهد بين الحيادي والطور يساويه 2220 فوط التعليل الثاني لأن الجهد المركب للشبكة الثمية وثمانين يساوي الجهد الأكبر في لوحة المواصفات وهو ربط نجمي النجمي ترجمة نانسي قنقر